إذن استمرار القتال وسقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين يصب في مصلحتي هذا بعض ما جاء في رسائل بعثها سابقا رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار إلى الوسطى وأعضاء المكتب السياسي في الخارج بحسب ما كشفت صحيفة وولستريت جورنل وبحسب الصحيفة فإن السنوار قال في رسالة حديثة قال إلى مسؤولي حماس المنخرطين في مفاوضات مع المسؤولين القطريين والمصريين إن الإسرائيليين موجودون حيث تريدهم الحركة في إشارة إلى الضغط على إسرائيل وفي عشرات الرسائل التي بعثها السنوار وكشفت فحواها الصحيفة الأمريكية أظهرت أن السنوار يستخف بالحياة البشرية ويعتقد أن إسرائيل لديها الكثير لتخسره من الحركة بحسب ما أوردته وولستريت جورنل من بين ما تضمنته إحدى رسائل السنوار أيضا بحسب الصحيفة أن الرجل الأول في حركة حماس بغزة قال إن التضحيات ضرورية وساق بعض الأمثلة التاريخية مثل ما حصل في ثورة التحرير الجزائرية أما في رسالة أخرى بتاريخ الحادي عشر من أبريل الماضي إلى إسماعيل هنية وذلك بعد مقتل ثلاثة من أبنائه في غارة جوية إسرائيلية قال السنوار إن موتهم ومقتل الفلسطينيين الآخرين سيبث الحياة في عروق الفلسطينيين وعلى الرغم من أن السنوار خطط لهجمات السابع من أكتوبر فإن الرسائل المبكرة التي بعثها إلى الوسطاء تظهر أنه بدى مندهشا مما وصفه بوحشية الجناح المسلح لحركة حماس وأيضا مدى سهولة ارتكابهم للفضائع المدنية بحسب هذه الرسائل التي طلقتها صحيفة وورستريت جورنل نقلت الصحيفة أيضا عن مسؤولين عرب تحدثوا إلى قادة حماس أنه بحلول نوفمبر الماضي بدأت القيادة السياسية لحماس تنأى سرا بنفسها عن السنوار وتقول إنه شن الهجمات دون إخبارهم وأثارت الاجتماعات بين الفصائل الفلسطينية والقيادة السياسية لحماس في ديسمبر الماضي لبحث المصالحة وخطة ما بعد الحرب رفض السنوار الذي تتم استشارته ووصف تلك الاجتماعات بالمخزية والشائنة كما دعا إلى ضرورة إنهاء تلك الاتصالات فورا طالما ما زال المقاتلون صامدين وقادرين على مواصلة القتال لأشهر بحسب صحيفة نفسها طالما ما زال المقاتلون صامدين وقادرين على مواصلة القتال